بالفيديو عبدالفتاح جوادي يثير غضب المغاربة مجدداً يقول بأن لا تتزوج من المرأة المطلقة شاهد رد المغاربة أولاً وإذا كنت مسلماً فاضغط علامة إعجاب لهذا الفيديو واكتب لنا ما رأيك فيما قاله جوادي أثار الكوميدي المغربي عبدالفتاح جوادي جدلاً واسعاً مرة أخرى بسبب تصريحاته المثيرة حول المرأة المطلقة في تدوينة نشرها في حسابه على الإنستجرام قال عبدالفتاح جوادي لا أنصحكم بالزواج من المرأة المطلقة وعن تجربة المرأة المطلقة قد استنزفت مشاعرها ولم تعد لديها أحاسيس للزوج الجديد تصريح جوادي لم يمر مرور الكرام حيث أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعية العديد من المتابعين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بتعميم غير منصف لتجربة فردية على جميع النساء في هذه الفئة كما اعتبر البعض أن هذه التصريحات تكرس صورة نمطية سلبية حول المرأة المطلقة وتجردها من مشاعرها وقيمتها كإنسانة عبدالفتاح جوادي ليس غريباً عن إثارة الجدل على مر السنوات عرف الكوميدي عبدالفتاح جوادي بإثارة الجدل من خلال آرائه وتصريحاته عن المرأة والتي غالباً ما كانت تثير استياء فئة واسعة من الجمهور فقد سبق وأن أطلق تصريحات متشابهة أثارة استياء واسع في مايو 2021 نشر مقاطع فيديو عبر الإنستجرام أساء فيها للنساء المغربيات وادعى أنهن يتمتعن بسمعة سيئة في أوروبا ويفتقرن إلى حس الأنوثة وفقاً لتعبيره تصريحات جوادي المتكررة حول المرأة تعرضه دائماً لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعية ما دفعه لاحقاً إلى تقديم اعتذار ودوره كفنان خاصة فيما يتعلق بتأثير تصريحاته الشخصية على صورته العامة وعلاقته بجمهوره